أحسن الله إليكم يقول في شهر رمضان قبل الماضي صمت آخر يوم من أيام شعبان جهلا مني فعلمت بعد ذلك بأن صيام آخر أيام شعبان محرم فماذا علي الآن؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم وهو آخر يوم من شعبان لاحتمال أن يكون من رمضان وأن يكون من شعبان لكن بالنظر إلى أنك جاهل لعل الله يعذرك بجهلك وبالله التوفيق